الدورة الثانية عشر إثبات النبوة الدرس الأول يرشدنا القرآن الكريم إلى أنه يجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وأنهم قد تم اصطفاؤهم لهداية البشرية إلى الحق ووحدانية الله وتحقيق العبودية له ويذكر القرآن العديد من الأنبياء والرسل الذين تعرفنا عليهم في المدرسة أو في المنزل وقد ذكر القرآن العظيم العديد منهم بالاسم بما في ذلك إبراهيم وموسى وعيسى وداود ويحيا وزكريا وإلياس ويعقوب ويوسف عليهم السلام جميعا ودور هؤلاء الرسل والأنبياء أن يكونوا تجسيدا لما أنزل أو أوحي إليهم ونموذجا لمراقبة الله والتقوى والرحمة يذكر القرآن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خمس مرات ويوضح أن القرآن نزل عليه عن طريق جبريل عليه السلام ويؤكد على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء من هذا المنطلق فإن التأكيد العقلي على مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بسيط للغاية فبمجرد أن يكون القرآن كتابا إلهيا فسيتبع ذلك بالضرورة أن كل ما يذكره هو الحق وبما أنه يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأن كل ما يأتي من الحق هو حق أيضا فإن حقيقة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان متلقيا للوحي الإلهي صحيحة أيضا على الرغم من أن هذا الاستنتاج الذي لا يمكن إنكاره فإن حقيقة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان خاتم الرسل يمكن استنتاجها أيضا من حياته وتعاليمه وشخصيته وتأثيره المستمر على العالم سيرة النبي محمد واحدة من أقوى الحجج التي تدعم قوله وبالتالي قول القرآن حيث أنه خاتم رسل الله وبمجرد تحليل حياته صلى الله عليه وسلم فإن استنتاج أنه كان كاذبا أو متوهما سيكون بمثابة استنتاج أن أحدا لم يقل الحقيقة قط وسيكون هذا الإنكار بمثابة المكافئ المعرفي لإنكار أن التي تسميها أمك هي التي أنجبتك تشمل تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الروحانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية وإن دراسة أقواله والنظر إلى تعاليمه برؤية شمولية ستجبر أي عقل منطقي على استنتاج أن هناك شيئا فريدا ومميزا جدا عن هذا الرجل وكذلك فإن التدقيق في شخصيته صلى الله عليه وسلم في العديد من المواقف والظروف الصعبة سيسهل استنتاج أنه يتمتع بمستويات لا مثيل لها من التسامح والرفق والتواضع وهي علامة رئيسة للشخصية النبوية ومع ذلك فلم تؤثر حياة النبي وتعاليمه على العالم العربي فقط بل كان لها تأثير هائل على البشرية جمعاء ببساطة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصدرا للتسامح والرقي والعدالة التي لم يسبق لها مثيل وبما أن لدينا أدلة أكثر صحة للاستنتاج أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فإن إنكاره يشبه إنكار أمك التي أنجبتك ترجمة نانسي قنقر